تحية وسلام لكل مشاهدين وكل متابعي رأي القانون يتجدد الموعد نلتقي من جديد على أمل أن نكون عند حسن ظن السدى المشاهدين الرقم الظاهر أسفل الشاشة طريق الوصول إلى البرنامج لا تتردد في الاتصال بنا سنكون كما قلنا أذن سغية إن شاء الله معنا أول اتصال السلام عليكم وعليكم السلام شكرا معنا يا أستاذ أنا حبيش محمد المسعود لايبك تفضل نترأس تعاونية الويداد للمكفو فيهم نعم وهذه التعاونية حصلنا عليها سنة 93 بموجب عقد عند الموثق يعني بموجب عقد موثق موثق عقد رسمي عنده عقد رسمي موثق خلاص الوثائق سليمة الوثائق سليمة كلها موثق وقعا بعد؟ ولكن بعد ذلك جاءت شهديمة من الفوضويين أخذوا القطعة بقوة أنا الأكوة نحن مكفوفين حاولنا أنا طيسات وين وش منطقة؟ وقد تقي فيشها أنا أخذوا القطعة اسمح لي وش من منطقة لي في الفوضاء لي؟ وين هنا؟ هذا الأبيار وين؟ الأبيار في الأبيار في العاصمة؟ في أسكان يعني في الأبيار في العاصمة يأتي إنسان يبني فوضوي ويطلع دار نعم وهذا لأننا حجرون نحن مكفوفين وهذه يلطن وضويين المشكلة ليس حاجرت عن المكفوفين المشكلة أنت تتحكيلي عن الأبيار في العاصمة الأبيار أنت تعرف المقرات الموجودة فيها يعني ما نشعرف الناس هذا ما عندهم ولا وثيقة لا ما عندهم ولا وثيقة لا رخصة بناء لا وثيقة عرفية بل عندهم عقود لا شيء لأن الاضطراض نحن تحصلنا عليه في قانون 63 عندما غدرت فرنسا للجزائر ما يهمش أنت عندك عقل توثيقي ما عندهم ولو عندي عقل توثيقي وعندي دفتر العقارب وش حال من شخص هذا 11 شخص يعني 19 مبنائة 19 مبنائة فوضوية 19 مبنائة فوضوية في لبيار برارك يعني برارك في داخل الجنان نتعلم كيف نقول له ما عندهم ما عندهم أنا عود أن أكد معاك ما عندهم ولا وثيقة ولا وثيقة وأنا نأكد بهذا وإن شاء الله بعد رحتوا للقضاء ما رحتوش بعد رحنا للقضاء نعم أغلبناهم في الابتدائي وأودوا أنه داروا استئناف وأغلبناهم في النهائي نعم وفي سامة 2007 وكيل الجمهورية أعطانا رخصة بشنخرجوهم هذا القضية طرد من 2007 إلى اليوم نعم أعطانا رخصة 11 سنة ما زال الطرد لم يتم تنفيذه وهذا هو المشكل زال الطرد لم يتم تنفيذه وأعطانا رئيس الوكيل الجمهورية أن ذاك رخصة بشنخرجوهم لكن غدوة من ذلك القيناة الفوليسية قالوا أنه لما تخرجوهم وكيل الجمهورية رغط لبننا باش ما تخرجوش لأن الوادي نتعب وزرية عن أذاك تلب منه قدوا على شهر خرجهم وبعد من هذا كده وقت ونحن نتابع وراسلنا الوزارة ومبعد عليش ترسل الوزارة أنتما رحتوا للمحكمة والمجلس جبتوا قرار قرار بالطرد أنت أحبيت تعرف وش لازم تدير الآن هذا هو سؤالك لا أحبيت معرف وش مقلم بي نعم مشكور مشكور مهم جدا تحطوا في هذا الموضوع تبع معي يعني مؤسف جدا أنا تعامتنا تسألك هل الناس هذول حين تنفذوا عليهم عندهم وثائق ربما حجة ربما عندهم استفادتها البلدية ربما عندهم عقود وقفية حيثهم وقوة ضحايا أما أنه إنسان ما عنده ولا وثيقة يختار قطة أرض لمكيتها تعود لنس آخرين عندها أصحابها ويبني هذا الأمر غير مقبول مقبول ربما نغمضوا عينينا لما الأمر يكون في مناطق ريفية وفي مناطق بعيدة في مناطق خارج المدينة ولكن في العاصمة وفي الأبيار إذا كان هذا الأمر حقيقي وأمر صحيح فإن هناك مشكلة حقا حتى لما رح تول العدالة المفروض اللي يصحر على تنفيذ الحكم القضاء تعطرد هو وكيل الجمهورية لتابع لي هذه السكنات وهذه القطع الأرضية يعني أنت لست عاود ترح تشكيل للوزير أنت رح للقاضي القاضي يصدر حكمه بالطرد بحكم نهائي انتهى الأمر ما بقى لا تحتاج الوزير أو الوزارة بقى تحتاجهم فقط في حالة ما إذا كان مشكلة حقيقية لأجل وقف التنفيذ من طرف جهة معينة بطريقة غير قانونية حابوا يوقفوك التنفيذ بطريقة غير قانونية تروح تشكيل عند المسؤولين وزارة العدل على أساس أنه ما كان صهر على تطبيق القانون تطبيق القانون هو أنك عندك حكم لا ينفع تكلمون بحق لا نفذره يعني ما ينفعش نجيبوا حكم ممهور بالصيغة التنفيذية باسم الشعب الجزائري ثم لا ينفذ لذلك تروح أنت للوزارة تقدم شكوتاتك للوزارة على أساس أنه كان مشكلة ولكن حد السنة بدون تنفيذ يعني ما نقدرش نعلق أكثر من هذا إذا كانت فيها عراقية حقيقية نعم ولكن أنا أظن أن الصهر على تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن يكون بنفس المقام الصهر على تنفيذ قرارات قضائية أخرى يعني على نفس الدرجة يعني حتى لو كان العدد تعال العائلات هذا عدد كبير ولكن بنين فوق رزق ما وسرزقهم أبدا حتى ولو كانت البنائية كثيرة هذا مشكلة تحم إذا بنى فوق أرض ما يش أرضه بأمواله ولكن أيضا هذا المشكلة تعال لأنه ولا واحد قالوا رحبني ولا واحد أعطاه تغطية ولا أعطاه وثيقة ولا أعطاه ضمانات لذلك واجب الامتثال لإحكام القضاء تبقى على اتصال بالمحضر القضائي ليقوم على التنفيذ المحضر القضائي يدخل في علاقة مهنية مع الوكيل الجمهورية يطلب التسخيرة في كل محكمة كيف يشتخدم بجدول معين ثم إذا فيه عراقيل ليعرض الأمر على المحكمة إذا ما فيش عراقيل نظل مطلوب من وكيل الجمهورية أنه يشوف هذا المنف ويصر على التنفيذ بتسخير القوى العمومية يعني هذا الحكم أصدره قاضي والقاضي يكتب ولا يتكلم مهم جدا مناقشة هذا الموضوع ومتابعته أيضا معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام أستاذي أنا أحبت نقدم لك القضية مرحبا بك متمثلة في أنا متزوجة منذ خمس سنوات وعندي بنت لكن للأسف مرت بمرض الوسواس القهري أنت مرت بمرض الوسواس القهري الزمن البقاء في بيت أهلي الزمك البقاء في بيت أهلك يعني مشيت من بيتي الزوجية منذ أربح سنوات وأنا في بيتي أهلي لا أعيش مع زوجي وأنت ركيت معィدي لقصة معينة نعم ركيت معد عندي لقصة معينة والله بعضين أنا في مشكل منتصلة من دون طلاق وشوقها عن بعد؟ أنا أدرك حب أن ندير طلاق بالطراضي حتى يتمكن زوجي من العيش في حياة عادية وأنا أواصل علاجي حتى يشفيني الله عز وجل ساحة وشألين ندخل في الحياة الزوجية أنا نقول لك ولا شما تبقى زوجها باعتبار أنت تستعرفي بأن عندك مرض شفاك الله ولكن تقدير وما تسمحي الزوج أنه مدام تحب زوجه طلاق بالطراضي هو يروح يعود زواجه يعود حياته قلت له فرحت لي هذا الموضوع قليلا أنا من الجمش نكون مرتبط بمائتين هو حر طبعا هذا اقتراح فقط لأن المرض يكونك أشياء قاهرة تمر على الإنسان تخليه في وضع لا يقدر يخدم الطرف الآخر كما يجب ولكن الحياة تستمر طبعا هي الحياة في كل الحالات هي نظام يعني مدام كان اتفاق بيناتكم على الطلاق بالطراضي انظر ما رحش يرفض هو والله يرفض رفض الطلاق بالطراضي وشي حوس هذا يحوس على الطلاق تعسف ما أنا بركزه لي ما فهمتوش رمال السؤالي هو وش حكم القانون في مرأة عايشة يعني ذا الشرع الشرع يعني في مرأة عايشة كما حتى ولكن سيدتي القصة تعالي شعلا عندها العام أربع سنوات الشرع يقول لك أربع سنوات وش كنت يديري أربع سنوات أنت نعالج في نفسي تعالجي في نفسك ولكن مش فيتش لا ربيش فيه قلت لك ولكن هو ثاني عنده الحق أنه يواصل حياته يعني أنت في بيت أهلك تعالجي من مرض الوسواس القهري أو مرض آخر وهذا الزوج مهمل كيفش يدير أنا والله يعطيت الحر يجيس كن معك في دار بابك ويمو حال مو حال أنت ما تقدر يجيس كن معه ما يقدر يجيس كن معك يعني أنا نظن إذا تحدثنا عن الصبر نظل زوجك صبر بما يجب لأنه ما قامش بتطلع بدعوة علاق الآن وصلت إلى باب مسدود لازم حل لازم أحد من الطرفين يبادر ولا تبقوا بهذا الوضع أنا بادرت ومفهمتش على هال أرفض طلاق بالطرابي مفهمتش إذا حبني أنا نزيد نبادر بعملية الخلع الآن يا أمي تديري خلع والله هو يدير طلاق يعني هو يرفع دعوة ولا تيتر في عدوة وتنتهي العلاقة الزوجية وعندك طبعا الحضانة وعندك النفقة وعندك في جميع الحالات وعندك الحقوق البنت المحظونة نعم والحكم الشرعي أستاذ القضية هذه والله أنا ما قدش نجاوبك ولكن نظن بأن شيء نعرفه أن أبو غضل حلالي عند الله الطلاق هذا مرخص كل القصة العلاقات الزوجية لا يحكماش القانون شكرا شكرا على الاتصال يعني مؤسف جدا مثل هذه القصص مثل هذه الروايات عن علاقات زوجية تنتهي في مدة قصيرة بالطلاق نتيجة لسبب أو لآخر مهم جدا أن نتحدث عن هذه المواضيع أن نثير هذه الإشكالات أن نتحدث عن رأي القانون فيما يخص هذه الحالات الاجتماعية النادرة يعني نقدر نفسرها على أن زوج تخلى على زوجته في مرضها يعني موقفش معها وربما يولام على هذا الشيء ولكن هو أيضا لما تسمعوا يقول لك أنا صبرت أربع سنوات أنا ما نشرح نكمل حياتي كلها وأنا هي في بيت أهلها وأنا في بيت أهلي ربما عاوت رجحت عازب كما كنت يعني أنا نزوجت باش ندير أسرة هذا الوضع ما نقدرش نحتمله أكثر من أربع سنوات وربما أكثر يعني كل طرف لذلك في كل مرة نقول بأن القانون لا يحكم العلاقات الزوجية ينظموها ولكن لا يستطيع أن يفرض على الزوج أن يعيش مع مرأة مريضة وما يقدرش يفرض على الزوجة مريضة أنها ترغم زوجها أنه لا يعيد الزوج مرة ثانية هذه هي القاونين المتعلقة بالأسرة وبالعلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة بين الأبناء والأبتحهم علاقات متشعبة لذلك مستحيل أن القاونين توصل إلى ضبط هذه العلاقات لأنها أحيانا تقف عاجزة لا تقدرش تقدم حلول لكثير من الحالات اللي نعتبرها حالات نادرة لأنها لا تتكرر في كل المجتمعات وربما لا تتكرر في كل البيئات اللي ممكن تطرح كثير منها الإشكالية يعني قصة مؤسفة أحسن شيء ربما أنك وعية أو مدركة بأنك مقصرة في حق زوجك وأنك تعترف وهذا قليل وإن نلقاه عند كثير من السيدات لما يعترفوش أبدا نقول بعض ربما سيدات لما يعترفوش بمثل هذا النوع من المشاكل بين الزوجين أنت تعترفين بأنك مريضة تعترفين بأنه من غير المعقول ومن غير الممكن أنك تواصل حياتك مع زوجك لأنه ربما مضرور من هذه الوضعية عرضت عليه حلول رفض كل هذه الحلول أن أحد الطرفين يأم زيدوا تصبروا ربما ستشفعين أو ربما يبادلوا بدعوى الطلاق أو تبادلنا بدعوى الخلع وفي جميع الحالات من يدفع الثمن هو الأطفال القصر ناتجين هذه العلاقة ينتهي وقت البرنامج شكراً لكل من يتصل بالبرنامج شكراً لكل من يضعوا الثقة في كل ما نقدمه من أجوبة قانونية إلى اللقاء في الموعد القادم شكراً ودمتم في العاية الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة